فتح الأبواب أمام قدوم المجموعات السياحية من وسط العراق وجنوبه أدى إلى تنشيط عمل العديد من مطاعم دهوك بعد ركود دام أكثر من ستة أشهر عادت الحركة مجددا إلى سوق مع عودة السياح تضاعف العمل في مطاعمنا 100% لدينا 25 عاملا كان وجود خمسة منهم كافيا في السابق لكن بقدوم عدد كبير من السياح فإن كثرة الطلبات تحتاج إلى تواجد جميع عمال المطعم بحسب إحصائيات المديرية العامة للسياحة في دهوك فإن نحو 700 ألف سائح دخلوا إلى المحافظة هذا العام وأنفق كل واحد منهم نحو 300 دولار وأغلب السياح هم من بغداد ونينوة حاليا نحن من بغداد متواجدين في محافظة دهوك تحديدا حضاع أقرأ طبعا الأجواء كلش حلوة والجو مناسب طبعا جدت الفترة الأخيرة نحن للشركات أذينها بسبب جاحة كورونا وحاليا الوضاع رجعت تمام والأقروبات مستمرة وإن شاء الله سفراتنا مستمرة للأقليم كردستان تعامل كلش حلو تشان جنا يعني هوايا قاعدين بالصيف كله من وراء وضع كورونا وحاليا الجو حلو وجانا نشوف الأجواء حلوة وأجواء شتوية وإن شاء الله منتظرين بعد الأجواء شتوية والثلجية الجهات المعنية بالسياحة شكلت لجنة خاصة لوضع تعليمات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومنها الإبقاء على مسافة معينة بين طاولات الطعام والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي اللجنة المشتركة بين مديرية قائم مقامية قضاء أقرى والدوائر ذات العلاقة تراكب اتباع التعليمات كما لدينا لجنة خاصة بالسياحة لنشر الوعي وضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية الصحية كانت خطة هيئة السياحة في إقليم كردستان تتضمن زيادة عدد السياح هذا العام إلى أربعة ملايين سائح لكن فرض تدابير الاحترازية من كورونا حال دون تحقيق ذلك في هذا الوقت من العام الماضي ومع انتهاء موسم الصيف وحلول الشتاء شهدت جيد هوك قدوم أقل عدد من السياح لكن هذه السنة ومع تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا لم يتمكن السياح من القدوم صيفا وبعد السماح بدخول السياح تدفق 17 ألف سائح خلال 20 يوما فقط إلى قضاء عقرة ايوب نصير روداو هاوينجها بجيلة آخر موسيقى